أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفيها الشديد إذا إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة كما أعربت المنظمة عن بالغ أسفيها لاستخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو ضد مشروع القرار مؤكدة أن ذلك ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة